انتلاقا من الارتباط الوثيق مع القضية الفلسطينية كأحد أهم الدوائر المباشرة للأمن القومي المصري كان التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من التعامل المصري مع القضية الفلسطينية بشكل عام على مدى عقود فمنذ بدء الحرب على غزة كان التحرك المصري سريعا منذ اللحظة الأولى أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي سلسلة اتصالات عاجلة مع جميع القوى الإقليمية والدولية لوقف العدوان فورا محاولات دؤوبة لم يقفها التعنت الإسرائيلي مبادئ مصر اتجاه الحرب على غزة واضحة ومحددة منذ البداية في مقدمتها رفض التهجير القصري لسكان قطاع غزة والتأكيد على أن تهجير الفلسطينيين لأي مكان وتحت أي مسمى هو تصفي للقضية الفلسطينية برمتها فضلا عن تشديد القاهرة على ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب وقف الحرب وإدخال المساعدات وبدء العملية السياسية ثلاث نقاط هي خريطة الطريق التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي خلال المؤتمر الدولي للسلام الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة كأول تحرك يشمل العديد من زعماء العالم تجاه الأزمة فالمؤتمر كان بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم بأن وقف الحرب على غزة جزء من منظومة لحل السياسي للصراع تحركات مصرية لوقف العدوان على قطاع غزة حازت تأييد العديد من القوى المؤثرة حول العالم فتم التنصيق مع الولايات المتحدة وقطر وصولا لأول تهدئة في نوفمبر لعام 2023 إلا أنها لم تصمد طويلا بسبب رغبة القيادة الإسرائيلية الغاشمة في تحقيق مآرب أخرى من عدوانها وفي ديسمبر 2023 كانت مصر أول الدول التي تطرح رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الرئيسية لإنهاء الأزمة وهي وقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الأسرة والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وفي إطار سعيها الدؤوب وجهودها الحثيثة المتواصلة بلا انقطاع شاركت مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في جميع الاجتماعات التي عقدت في القاهرة والدوحة وباريس من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع كانت المقترحات المصرية هي ورقة التفاوض الرئيسة على مائدة الحوار سعيا للتهدئة ووقف الحرب رغم كل الظروف والعقبات إلا أن مصر لم تتوقف للحظة واضعة نصب عيونها قطاع غزة والتوصل إلى الهدنة المنشودة وكانت وجهة رئيسية لكبار المسؤولين الأمريكيين لاستكشاف السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع